الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد نواصل التعليق على الفتية الحموية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اضطر لنا ولشيخنا ولوالده ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجا الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن حقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لا استحيا من يطلب المقارنة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيم العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم معلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان بيّن المصنف رحمه الله تعالى قريبا من هذا الموضع إضطراب أهل الكلام وضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا في اضطراب القوم بأساطينهم وعلمائهم ومقدميهم كالراز والزمخشر والغزال والخسر شاه وغيرهم والجوين وغيرهم فقد نقل رحمه الله تعالى إضطراب أساطينهم وعلمائهم ومقدميهم وموجب نقل المصنف رحمه الله تعالى لأقوال القوم الإشارة والدلالة إلى أن المقدمين منهم هذا حالهم فكيف يتبع عاقل أمثال هؤلاء ويترك النصوص الصحيحة الصريحة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن سلف هذه الأمة فكيف يترك الصحيحة الصريحة من نصوص الكتاب والسنة ويتبع القوم ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء أن هؤلاء المتكلمين أن الناظر إلى حالهم والمنقول عنهم والمأثور من سيرهم أن الناظر إلى حالهم والمنقول عنهم والمأثور من سيرهم يجد أن القوم خالين من حقيقة المعرفة أن القوم خالين من حقيقة المعرفة والعلم بالله عز وجل ولم يقفوا من ذلك على خبر أو أثر وحال أهل الكلام أنهم لا يخرجون وحال أهل الكلام أنهم لا يخرجون من عدة احتمالات أولها أن يبلغ علم الكلام بالواحد منهم إلى حد الزندقة أولها أن يبلغ علم الكلام بالواحد منهم إلى الزندقة فيبطل الكفر بالله عز وجل ويرد كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا من لم يصر زنديقا فإنه يبقى في حيرة واضطراب من لم يصل منهم إلى حد الزندقة فإنه يبقى في حيرة واضطراب ثالثا أن يرجع الواحد منهم إلى عقيدة الصبيان والعجائز كما تمنى الجويني ذلك أن يرجع الواحد منهم ويتمنى أن يموت على عقيدتي الصبيان والعجائز رابعا أن يترك النظر في الإلهيات جملة أمثل هؤلاء يتبعون ويتركوا اتباع أهل المعرفة والعلم بالله وأصحاب الأحوال مع الله تبارك وتعالى من الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ابن واصل الحموي وكان من المقدمين في علم الكلام كان يبيت الليل كله أن ابن واصل الحموي كان يبيت الليل كله يقارن بين أدلة المثبتين وبين أدلة النفات وبين أقوال النفات من أهل الكلام حتى يطلع الفجر ولم يصل إلى علم يقرب إلى الله تبارك وتعالى ثم ترك بعد ذلك النظر في الإلهيات جملة والعياذ بالله ثم ترك النظر في الإلهيات جملة وصار ينظر في علم الفلك فالقوم أحوالهم لا تسر فالقوم أحوالهم لا تسر فلا يغتروا عاقل بشخشقة كلامهم فيتبعهم ويترك المأثور من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة فهم أبعد الناس عن تحقيق المطالب التي يرومها فهم أبعد الناس عن تحقيق المطالب التي يرومها كل سائر وسالك إلى الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المنقصون المسبقون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذات وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والحقيقة أنه لا مقارنة بين القوم وما رأيناه من أحوال مقدميهم وبين سلف الأمة الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف الأمة الذين لم يسلكوا مسلك علماء أهل الكلام ولم يتكلموا بجملة واحدة من الكلام الذي تكلم به القوم لا شك أن سلف الأمة وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا مقارنة بينهم وبين القوم بوجه من الوجوه فالصحابة ومن سار على طريقتهم من سلف الأمة أسبقوا وأقرب إلى الله عز وجل من وجوه عدة فالصحابة ومن سار على طريقهم أسبقوا من القوم من وجوه عدة أولاً من جهة علمهم لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا علمهم من مشكات النبوة يسمعون كلمة تنفعهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم أفضل علماً وأكثر علماً وأكثر علماً يسمعون أحاديث الصفات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصدقونها فهم قريبوا عهد بالنبوة الأمر الثاني هو أن عقول المتقدمين أدقوا أحدوا من عقول من جاء بعدهم أن عقول المتقدمين وشدة إدراكهم وشدة إدراكهم أبلغوا الأثر في هداية العرب والعجم إلى دين الإسلام في هداية العرب والعجم وعلم الكلام لم تدخل على الأمة إلا بعد أن ترجمها المأمون ثم فتنت الأمة بعده عهد المأمون فتنة عظيمة أما قبل عهده فقد كان الناس يأخذون العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين فما تلوث القوم بالكتب الملوثة بخلاف أولئك فإن من ترجم هذه الكتب قد جنى جناية عظيمة على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والله ليسألنه الله تبارك وتعالى على ذلك فإن الفتنة عظيمة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بترجمة تلك الكتب وإدخالها على المسلمين بل إلزام المسلمين بهذه الكتب الأمر الرابع هو أن أنظار وأفهام القوم من المتقدمين أن أنظار وأفهام القوم من المتقدمين توافرت على فهم كتاب الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففازوا بصحة الفهم والاستنباط تكلموا بما يقربهم إلى الله عز وجل وسكتوا عن كل ما يبعدهم عن ربهم تبارك وتعالى بخلاف المتاخرين علم كثير وكلام كثير ولو قرأ الواحد كتاباً كاملاً من كتب القوم من كتب علم أهل الكلام فإنه لا يرقق قلبه ولا يوصله إلى ربه تبارك وتعالى فيكد ذهنه ويتعب عقله ولا يصل إلى ما يريده منه ربه تبارك وتعالى بخلاف المتقدمين فإن عنايتهم قد انصبت إلى فهم كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الخامس هو أن المتقدمين قد سلموا من الخلاف العميق الذي ابتلي به من بعدهم لا تجد خلافاً في أصول الدين لا تجد خلافاً في أصول الديانة لا تجد في كلام المتقدمين اختلافاً فيما بينهم في صفات الله تبارك وتعالى حتى صرح من صرح من علماء الدين أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في مسألة واحدة من مسائل أصول الدين ما كان بينهم هذا الخلاف ولا كان بينهم ذاك النزاع الذي وجد في من بعدهم من نتبع في تلك المذاهب التي سار عليها المتأخرون فالقدري يعتقد شيئاً والجهمي يعتقد أمراً آخر والأشعري يعتقد قولاً ثالث والكلابي يعتقد قولاً رابع وقل مثل ذلك في غيرهم من طرق الضلالة أما المتقدمون فإنهم سلموا من تلك الاختلافات قولهم في الإيمان بالله عز وجل واحد انظر فيما شئت من الآثار المنقولة عنهم فإنك لا تجد خلافاً بينهم في الإيمان بالله تبارك وتعالى ولن تجد خلافاً بينهم في الإيمان بالرسل ولن تجد خلافاً بينهم في الإيمان بالكتب ولن تجد خلافاً بينهم في مسائل الإيمان ولن تجد خلافاً بينهم في مسائل الإيمان بالقدر أما إن ذهبت إلى المتأخرين فالقول الواحد تجد لهم فيه عشرة أقوال لذلك العاقل يتبع المتقدمين يتبع سلف الأمة ولا يتبع هؤلاء المتهوكين المخالفين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لا مقارنة بوجه صحيح بين طريقة المتقدمين وبين طريقة أهل الكلام هذه المقارنة التي ساقها شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى للدلالة على فساد طريقة المتاخرين هي مقارنة عند العقلاء لا حاجة لها ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصة لا مقارنة بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبين أهل الكلام علمائهم ومتبع علمائهم لذلك قال رحمه الله تعالى لستحي من يطلب المقابلة الذي يطلب المقابلة بين طريقة المتقدمين وبين طريقة المتاخرين يستحي من هذه المقابلة بين قوم قام الكتاب بهم وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطق قوم أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في كلامه قوم أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته قوم ما نطقوا إلا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقارن القول وتقابل طريقتهم بهؤلاء الحيارة المتهوكين القول بمقابلة هؤلاء بأولئك يدلنا على بعد بين طريقة هؤلاء وبين طريقة أولئك لذلك قال وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة إذا نظرت في سير السابقين فإن النظر اليسير يصلح قلبك إذا تأملت في المنقول عن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من المتقدمين فإن قليل النظر يوصلك إلى الله تبارك وتعالى أما إذا نظرت إلى المتاخرين إلى المنقول عن أساطينهم وعلمائهم وكبرائهم ومعظميهم فإنك لا تنتفع بهذا النظر أبدا ولا تجد رقة في قلبك إذا قرأت في مصنفاتهم وأي رقة يجدها من يتكلم عن أشياء يحتاج إلى فهمها إلى طلاص من أشياء يحتاج إذا أراد أن يفهمها إلى معاجم اللغة وماذا يقصد القوم بهذه الكلمة وما هو مقصودهم بتلك الكلمة وما معنى المركب وما هو معنى قولهم المحدث يحتاج والقديم لا يحتاج وما شابه ذلك النظر في علوم القوم لا يقرب الواحد منا إلى الله تبارك وتعالى بخلاف النظر في علوم المتقدمين فإن نظرا يسيرا إلى ما سطر وكتب عنهم يوصل العبد إلى الله تبارك وتعالى إذن أراد الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى من هذا الموضع التنبيه على أمرين الأمر الأول حال السلف وحال الخلف حال السلف وحال الخلف وأن حال السلف أفضل من حال الخلف ولا مقارنة بين طريقة القوم وطريقة أهل الكلام الأمر الثاني الإرشاد إلى النظر إلى مصدر هؤلاء ومصدر هؤلاء المصدر الذي استقى منه المتقدمون علومهم هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الذي استقى منه المتأخرون وأهل الكلام هو كلام الفلاسفة الأول وكلام أهل الزندقة وكلام غيرهم لذلك قال خلاصة لهذا الكلام ثم كيف يكون خير القرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المعتزلة المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابيين وأشكالهم وأشباهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان لا مقارنة بين من كان وارثاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين من كان وارثاً للمتفلسفة ولليهود والنصارى والصابي وغيرهم لا مقارنة بين هؤلاء وأولئك من قريب ولا من بعيد أراد رحمه الله تعالى أن يشير إلى بعد طريقة القوم عن الطريقة التي يهتدي لأجلها العبد نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وإنما قدمت هذه المقدمة وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده أعلم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال واتهوه كإنما السولى على كثير من المتأخرين بنفذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركه من البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس ورضي واحداً وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء قال رحمه الله تعالى وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب أشار رحمه الله تعالى إلى أن الرسالة من أولها إلى هذا الموضع إنما هو عبارة عن مقدمة أراد أن يبين فيها شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى طريق السلف وطريق الخلف باختصار أراد أن يبين فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريق السلف وطريق الخلف باختصار وهذه المقدمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول القسم الأول هو يقينية مذهب السلف وأنه معصوم وأن السلف تكلموا بكلام مغن كاف وأن الهداية في الوحي لا في غيره وأن الهداية في الوحي لا في غيره قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الأمر الثاني الذي أراده شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى من هذه المقدمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن الحق التام البيان التام فلا حاجة لنا إلى غير ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث بيان أن مذهب السلف أسلموا وأعلموا أحكم أسلموا وأعلموا أحكم وأهدى للتي هي أقوم وأهدى للتي هي أقوم وتضمن الأمر الثالث أمرين اثنين وتضمن الأمر الثالث أمرين اثنين أحدهما بطلان التفويض والتأويل أحدهما بطلان التفويض والتأويل وأنما عليه الأشاعر من تأويل صفات الله تبارك وتعالى أو تفويض صفات الله عز وجل أنه أمر باطل أنه أمر باطل الأمر الثاني شك المتكلمين وحيرتهم واضطرابهم وتناقضهم شك المتكلمين وحيرتهم واضطرابهم فأبطل رحمه الله تعالى بذلك قول من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذه الكلمة مضطربة لفظا ومعنا وأن الصحيحة ما ذكر من أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم هي أسلم وأعلم وأحكم ومما يبين ذلك هو أن طريقة الخلف أن طريقة الخلف تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طريقة الخلف تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن الخلف الذين قيل أن طريقتهم أسلم وأحكم قد ذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تصريحهم بأنهم حيارا مضطربون لم يوصلهم علم الكلام إلى شيء فكيف يكون هؤلاء طريقتهم أعلم وأحكم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وإن كان كذلك فهذا الكتاب من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء ثم عطف المصنف رحمه الله تعالى بعد تلك المقدمة العظيمة التي فصل فيها ما يتعلق بمنهج السلف وأنه أسلم وأعلم وأحكم وأن الهداية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعد ذلك صفة العلو لله تبارك وتعالى صفة العلو لله عز وجل وهذه الصفة صفة العلو لله تبارك وتعالى من أكثر الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي ينكر صفة العلو لله عز وجل فهو لغيرها أنكر هذه الصفة مع ظهور أدلتها وكثرة أدلتها وتنوع الدلالات الدالة عليها إذا أنكرها مبتدع فهو لغيرها من الصفات أنكر وإذا أقر بها مقر على الوجه الصحيح فإنه يقر بسواها فإنه يقر بسواها لذلك مصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذه الصفة وكثير من المصنفين من علماء أهل السنة والجماعة أول ما يشرعون في ذكر صفات الله عز وجل وفي ذكر مسائر المعتقد يبدأون بذكر مسألة العلو ويذكرون بعد ذلك مسألة كلام الله عز وجل ويذكرون بعد ذلك مسألة النظر إلى الله تبارك وتعالى فهذه المسائل الثلاث من أقر بها فهو لما سواها أكثر إقرارا ومن أنكرها فهو لما سواها أنكر لكثرة الأدلة الدالة عليها وقد بيّن رحمه الله تعالى هنا أن علو الله عز وجل يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام التابعين وكلام سائر الأئمة المرضيين ففيه ما هو نص على علو الله عز وجل وما هو ظاهر على علو الله تبارك وتعالى وسيأتي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بطرف من تلك الأدلة قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً كثرة الأدلة الدالة على علو الله عز وجل يَا قَوْمَنَا وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِنَا أَلْفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْأَلْفَانِ نصًّا وَعَقْلًا مَعْصَرِيحِ الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان أن نترك مئات الأدلة لهذه الجعجع الفاضية كما قال رحمه الله تعالى ولهذا الهذيان الذي لا يُغني ولا يُسمن من جوع كلا والله والله لو دل دليل واحد من كلام الله على علو الله تبارك وتعالى لآمنا به واعتقدناه وصدقناه وما تركناه لكلام أحد من البشر كائناً من كان فكيف وقد دلت مئات الأدلة على أن الله عز وجل فوق السماء مباين الأكوان فالأدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل في السماء وتفصيل الأدلة سيأتي ذكره بعد ذلك في هذه الرسالة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأدلة يجمعها ثمانية عشر نوعاً أو يجمعها عشرون نوعاً من أنواع الدلالات المختلفة الدالة على علو الله تبارك وتعالى هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بمعين سبحانك الله مو بحمد لا إله إلا أنت صفر ترجمة نانسي قنقر